السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن المنظومة التربوية التي صارت محل عبث كبير وها هو وزير التربية يخترق القانون بإلغاء امتحانات السنكيام ظلت المنظومة التربوية في الجزائر دائماً مستهدفة رغم أن هذه المنظومة تعتبر هي أساس الدولة فالدول التي تطورت وتقدمت تطورت وتقدمت بمنظومتها التربوية القوية الأساتذة والمعلمين الذين تقدم لهم الدولة الإمكانيات اللي تخليهم يعيشوا بشرف وبقيمة لأنه لا يمكن أن التلميذ يقتدي بمعلم وهو يشوفه في ظروف بائسة يلقاه كراي وما عندهش دارة يلقاه ما يقدر شيء ليش على رجليه بسطور بل أنه في حال بائس لو نعد إلى ما مضى كان التلميذ يتمنى يكبر يكون معلم لأنه يشوف المعلم انتاعه قدوة المعلم انتاعه له وقدر في المجتمع لكن الأمور تدهورت عكس ذلك تماما صاروا بعض المعلمين يلعبوا الدومينو مع التلميذ انتاعهم في المقاهي صاروا بعض المعلمين حتى يديروا علاقات مع بنات تلميذات يدرسوا عنهم كان بعض المعلمين ظروفهم البائسة لدفعاته بعد الدراسة يعمل عام اليومي هناك معلمين اختاروا الدروس الخصوصية كما يسموها وصار ما يأديش واجبه كما ينبغي في المدرسة من أجل ذلك حتى يخدم ما بعد الظهر لأنه ظرفه أدى إلى ذلك معلمين تلقاه داره كاريها عند واحد تلميذه يقرأ عنده كي يهدر يقول له هاك عايش عندنا وركاري عندنا وامور كثيرة لو نسترسل فيها ما كفانا المقابل خرجة جديدة لوزير الطربية تتمثل في إلغاء امتحان السنكيام ابتداء من السنة الدراسية 21-22 قال وزير الطربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أنه تقرر رسميا إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتداء السنكيام ابتداء من السنة الدراسية 21-22 أوضح وزير الطربية عبد الحكيم بالعابد الخميس الماضي خلال اجتماع عمل يعقده مع مديري الطربية لتقييم الدخول المدرسي 21-22 أنه يتعين على القائمين على مختلف المؤسسات الطربوية العمل على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أحسن ونوعي للتلميذ وأكد الوزير في معرض تصريحاته إن المدرسة الجزائرية تسعى إلى رص الصفوف مشيرا إلى أن قطاع الطربية استفاد من 473 مؤسسة طربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل وهو ما يسمع بطوفير مقاعد بيداغوجية جديدة بالإضافة إلى تعزيز القطاع ب576 مطعم مدرسي إلى ذلك أشار وزير الطربية عبد الحكيم بالعابد أنه تقرر تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي قصد تفادي النقائص والعمل على إنجاحه مشددا في الوقت ذاتي على ضرورة التكفل بانشغالات الأولياء والقيام باجتماعات دورية مع مدراء المؤسسات الطربوية وشدد الوزير على أنه يجب الحرص على عدم تشويه المؤسسة الطربية معتبرا أنه لا يمكن تحقيق الهدف المنشود بدون نية صادقة وتطبيق في الواقع إذن وزير الطربية اتخذ هذا القرار هناك من انتقده هناك من قال يجب أن يحدث هذا لكن بشروط وهناك اتعددت المواقف لكن المسألة وباختصار أن هناك مشكلة أهم من مناقشة هذا الموضوع بحد ذاته تتمثل في أن هذا القرار الذي اتخذه وزير الطربية يعتبر غير قانوني لأنه يتنافى مع شيء مهم يتمثل في مرسوم في قانون يتمثل في القانون رقم ثمانية أربعة مؤرخ في خمسة عشر محرم عام الف وربعمية وتسع وعشرين الموافق لثلاث وعشرين يناير الفين وثمانية ويتضمن القانون التوجيهي للطربية الوطنية وهذا القانون وقعه عبد العزيز بوتفليق في المادة تسع واربعين ماذا تقول تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح يحدد الوزير المكلف بالطربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط إذن أن هذه المادة أقرت أن نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي تكون بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح معناها رفه فيه امتحان هذا الامتحان هو السانكيان وبعد ذلك تقول لك يحدد الوزير المكلف بالطربية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط هناك نوع من الإجراءات لكن ليس من صلاحيات الوزير إلغاء هذا الامتحان ما عندهش الحق سيكون عنده الحق في حالة وحدة أنه يقدم مقترح لتعديل هذا القانون هذا القانون هذا المقترح أنه يكون إلغاء هذا الامتحان أو الاكتفاء مثلا بامتحان الأول والثاني والثالث وبعد ذلك يخرج معدل سنة وشيء من هذا القبيل المثال وبعد ذلك يوضع سلة معين وإجراءات معينة للقبول في الدخول إلى المرحلة المتوسطة لكن أن يلغى بقرار من الوزير اللي قال أنه تقرر إلغاء ما قالش أنه سيكون للوزارة مقترح لتعديل هذا القانون قانون التربية الوطنية من أجل إلغاء هذا الامتحان ما قالش هذا الكنون قال تقرر معناها أنه إما أن هذا القانون تم تجميده نهائيا ولكن تجميده نهائيا لازم له يجمد بقرار بمرسوم أو شيء من هذا القبيل من طرف الرئيس ما كان حتى شيء مش في ناش هذا الامر أنا شخصيا ما شفتش ما قالوش بأنه الرئيس تخذ قرار تجميد قانون التربية الوطنية في انتظار صدور قانون آخر ولكن في أقل الأحوال يجب إحداث تعديل في هذا القانون ولذلك أن القرار الذي اتخذه الوزير غير قانوني من الناحية القانونية لو أنه فيه دولة مؤسسات هذا الوزير يحاسب بأي حق تتخذ هذا القرار هذا في تقديري الشخص في تقديري الشخص أنا لم أتحدث عن جدوى إلغاء هذا الامتحان أو عدم إلغائه هذا الشيء أتحدث فيه المختصين في مجال التربية هناك من باركة هذه الخطوة هناك من وضع لها بعض الشروط وهناك من طالب بعدم إلغائها لأن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تحتاج إلى إثبات مستوى وتغير فيها أراء مختلفة من طرف المختصين في هذا المجال التربوي لكن من حيث المبدأ أنه اتخاذ قرار من الوزير بهذه الطريقة هذا شيء غير قانوني المهم المسألة وما فيها أننا في جزائر تبون الجديدة جزائر تبون الجديدة فيها كل شيء ممكن لأنه من المفروض أنك تقول رني جاي على بناء دولة جديدة رك تعلن ورشات في كل القطاعات ورشات كلها قوانين جديدة إذا فيها قوانين فيها خلل تراجع ويتم تعديلها وكذا وبعد ذلك يحدث ما يحدث ولكن للأسف الشديد أنه جديد على مستوى الشعار وعلى مستوى تغير في الوجوه راح بوتفريقة جتبون راح القيد صالح جشنجريحة راح عبد الملك سللو ويحيى جاء عبد العزيز جراد وأيمن بن عبد الرحمن وشكو راح بوزارة أخرين في قطاعات مختلفة أخرين في بلاستهم والكل كانوا يطبلون ويزمرون بطرق مختلفة وحسب المتاح إليهم للمؤسسة العسكرية التعليم في الجزائر وضع بائس راه كارثة بمعنى الكلمة الفساد الأخلاقي في المؤسسات الطربوية آخرهم خارجة راه تم تدولها في شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بتوقيف أستاذ طالبا بتلميذة أنها تكون لباس محتشرة الشكوى والتسلط والتعسف الذي استعمله مدير الثانوية تجاه أخيكم القصة يعني كالتالي سبب التوقيف التعسفي أيها الكرام هو أنني نصحت تلميذة أو تلميذتين يعني باللباس ليس الشرعي وإنما اللباس المحتشم اللباس المحتشم فماذا يفعل المدير يعني التلميذة أو التلميذتين ما قال الإدارة يعني تميذة واحدة فقط أتت بأبيها وتحدثت معي وتحاورنا كما ذكرت بالأمس أما الأخرى يعني فقط سمعت من الإدارة أنه أيضا أبوها يعني شاكا إلى المدير أنه فيه أستاذ وكذا 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 أنا أدرس مادة الطبيعة الإسلامية أيها الكرام صحيح التربية الإسلامية المهم يعني بعد أن ذهبت إلى المدير يعني إلى المكتب ووجدت والد الفتاة وتحاورت معه المهم تحاورنا تجدنا أطراف الحديث وكذا وهذه ابنتي وليس لك دخل يعني أنت فقط تدرسها قلتنا نحن ندرس ونربي يعني منفروض اسمها وزارة التربية والتعليم من أخيكم فراج جمال مدير ثانوية براس النصري الذي انتهى فيها مهنة تفوق 38 سنة بين التدريس والنظارة والإدارة شاء تستودا في اليوم أننا أنقب عليكم بعض الغبار لقضية بسيطة حجمها بعض بعض المتذرين للغدر والكراهية واستعملها هذا الأستاذ المستغل الذي دخل للتعليم وهو لا يتجاوز 34 يوم طبيعة المشكلة أخواتي في الله بتاريخ 17 أكتوبر نبهت نبهت الأستاذ الذي دخل به ندام لا يتماشى والمدرسة الجزائرية العريقة علاقة شهداء الأبرار وعلاقة مجاهدين الأفاضل نبهته أن لا يدخل بالقميس فأسر على ذلك وقال لي لماذا لا تلاحظ المتبرجات فقتله هذا شأن ليس من صرعك أنت ويتم تداول أخبار على أنه تم توقيفه وكذا وكذا وراه دير ضجة كبيرة بغض النظر عن محتوى هذه الرواية وبغض النظر ما يحدث فيها بغض النظر على هذا أن واقعنا وأنا استمعت لشكاوى من كثير من أساتلة ومعلمين على واقع المدرسة تلقاهم أولاد ولا بنات يتصرفوا بتصرفات لأنهم عندهم أبائهم لهم نفوذهم ولهم سطوتهم أيضا الأستاذ صار لا يأمن على حياته قادر يتخذ إجراء معين عاقب تلميذ يروح يجيب النجمعة ويستنىه بره رأي كي الوحد الممارسات روحوا اسألوا في المؤسسة التربية الرشوة مديريات التربية أكثرية مدراء التربية بينهم الذين أعرفهم شخصيا رأهم يتولوا في مناصب دفعوا رشاوة باش وصلوا إلى هذه المناصب واحد كان مقتصد في الأمس صبح مدير تربية على دفاع أموال وكانوا مسؤولين كبار في وزارة التربية ومسكوهم متلبسين برشوة وكذا وأحلوهم على التقاعد في صمت ومتبعهمش حتى قضائيا لأنهم عندهم علاقات مع نافذين في الجيش والأجهزة الأمنية وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم أنه واقع التربية رأهم ديارو قبل إصلاح المنظومة التربوية وكذا وكذا وجاءت بن غبريت غبرت القطاع التربوي فإذا نستمر نجي من نقول بصفة أكيدة أن المحتوى والمصدقية فتنفقد بصفة مطلقة تقصدين فقدت يعني؟ ما فقدت قلت لا تمنا في نفس طريقة حقيقة الشي اللي لاحظنا أنه الآن من 2008 اللي كانت يعني مرحلة استثناقية الآن يعني كمكسب اللي كانت يعني مرحلة استثناقية في المجال التربوي يعني المردود وله لماذا؟ يعني دهر لي باللي أنه بعض بعض يعني شوف مش نقولو باش شقولو يعني في في النجاح يعني تلميط تلميط ولكن نأخذ زي ما الوزراء تهتم بهذا بهذا الميدان بدقة فمع هذا شي يجيب من ناحية يعني استهدفت هوية التربية التربية ري ما هي ري هي تربية تربي المواطن على هوية الدولة وعلى ثقفتها وعلى أخلاقها وعلى قيمها وعلى تربي التلميذ على حب هذا الوطن تربيه الآن على أن يكون عنصر فاعل ودائما أجدد المطلب بضرورة لدراج مادة يسموها التربية الإلكترونية ولا التربية الإعلامية أو شيء من هذا القبيل لأنه هذا مهم جدا لأنك تكون في تلميذ وخاصة أنه ما زالت كثير من المدارس في الجزائر العميقة عايشين بالطريقة التقليدية القديمة التبشير الصبورة الخشبية وعينهم أعماهم الطبشور كما يقولون يعني حقيقة مؤلم الوضع هذا وانت تخرج في تلميذ رح يدخل يعيش عالم الحياة الآن مكونة من ثنين كين حياة حقيقية وحياة افتراضية أغلبية اللي سيطرت على حياة الناس الحقيقية هي الحياة الافتراضية إذا ما كونتش تلميذ منذ الصغر كيف تعامل مع هذا العالم الافتراضي ومع الحملات الإعلامية ممكن جدا أنك تخرجيه يهدم لك الوطن ويضرب لك الأمن القومي من حيث لا يدري ما نقول من حيث يدري من حيث لا يدري وهناك الكثير من الأمور تحتاج إلى مراجعة حقيقية الرشوة في مديريات التربية المناصب ما زالت بالمعرفة كين ناس كفاءات أقصاوهم وكين أخرين لا يتمتعون بأي كفاءة تخيلوا أساتذة يعرف واحد كان يخدم معه مراقب فقط في المتوسطة هالمراقب هذا بسبب معارفه صبح مدير تربية والأخر ما زال أستاذ بل أنه فيهم متقاها معه مراقب يروح يتكون ويرجع مدير بل معرفة مش بالكفاءة ويرجع المدرسة هذه اللي كان فيها مجرد مراقب اللي كان فيها مجرد مراقب يمركي في الغيابات رجع هو المدير وعلى ناس خرين وينتقم منهم ويصفي الحسابات وما إلى ذلك من هذه الأمور المدرسة هي اللي تصنع لك الطبيب تصنع لك رجل الأمن تصنع لك العسكري تصنع لك الاستخبارات تصنع لك الموظف تصنع لك المهندس تصنع لك الصحافي تصنع لك كل شيء ما صنع الإنسان ما صنع الجيل اللي يبني الدولة يخرج من هذه المدرسة وهذا ما الذي يجب أن توفره توفر كل ما تحتاجه المدرسة من إمكانيات وتعطي قيمة للمعلم وتوفر أكبر ميزانية للتربية مش للعسكر للأسف الشديد الجزائر أكبر ميزانية مقدمتها للجيش صفقات بتاع تسليح بالعشرات المليارات لو خصص جانب كبير من هذه الميزانية اللي تروح في صفقات تسليح ما عندها حتى معنى فقط لأن الجنرال هذا يعرف ناس خورين في دولة أخرى يدير في زافيرات وكاين دراهم تروح الجيب وكاين دراهم تروح الجيوب أخرى المهم كثير من الأمور هذه الفاسدة لو خصصت الميزانية الكبرى للتعليم لا كانت الجزائر في غير هذا الحال الدول التي تقدمت تجد تعليمها متقدم والدول التي تدهورت وتدمرت رأي تدمرت منظومتها التربية وأسوأ ما حدث في عهد بوتفريقة هو تدمير المدرسة وتدمير دور المسجد وتدمير دور المعلم وتدمير دور القضاء وكل الأمور فالدولة إذا انهارت مدرستها وفسدت محكمتها وفسدت مخافرها الأمنية وفسدت محاكمها فلن ترى التطور والتحذر ولو كان يعني كل العالم هب ليساعدها إذا أردت أن تبني الدولة وتحافظ عليها عليك أن تعتمد على الأمور أولا التعليم نعم التعليم هو مصنع الرجال مصنع الكفاءات مصنع الوطنيين اللي يحبوا وطنهم مصنع الرجال الشرفاء والنساء الشريفات والناس النظاف اللي لا يقبلوا رشوة الناس اللي عندهم ضمائر حية لبناء الدولة أما أنك تجي تلعب في التعليم كما تريد ووفق ما تشتهي وحسب ما تمليه عليك أهواء إيديولوجية أهواء تتعلق بالذمة المالية أو تتعلق بالفساد فإنك بذلك تدمر الوطن فالأجهزة التي الآن راهي تعيش حرب كبيرة داخليا وخارجيا كان حريبها أن تساعد في دعم التعليم وبناء تعليم قوي فكل الدول في العالم المتقدمة أهم مؤسسة عندها هي المؤسسة التعليمية وأهم رجل عندها هو المعلم الذي يربي الأجياد نحن في الجزائر أسوأ حال عندنا هي المدارس وأرخص إنسان بين المجتمع ولد الدولة هو المعلم الذي من المفروض هو أغلى شيء نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتنسى الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ترجمة نانسي قنقر